علاقة وثيقة هي التي تجمع بين مصر وقبرص تقوم على تمازج حضاري يميز العلاقة بين الشعبين المصري والقبرصية حيث تجمعهما روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ فيما تميزت العلاقة السياسية بين البلدين بتنصيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية وقد ازدادت تلك العلاقات متنة في عهد الرئيس السيسي وهو معكسته تهنئته لنيكوس خريستو دوليدوس الرئيس المنتخب الجديد لقبرص حيث أكد الرئيس السيسي عن العلاقات المصرية القبرصية كانت وسط ظل علاقات تاريخية ممتدة تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضاري فضلا عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة وفي ظل ما تتسم به العلاقات المصرية القبرصية من خصوصية وتميز زار الرئيس السيسي قبرص عدة مرات بحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتنصيق المواقف السياسية بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واقتصاديا أسهم تعزيز العلاقات بين مصر وقبرص في تحقيق معدلات إيجابية سواء فيما يتعلق بقيمة التبادل التجاري أو من خلال الاستثمارات بين البلدين ومجالات التعاون المختلفة كما ترتبط مصر وقبرص بعدد من الاتفاقيات التي تستهدف تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية من أهم تلك الاتفاقيات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي تم توقيعها في 2014 وفي العام نفسه جاءت تشينوالية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ليعطي دفعة كبيرة لتلك العلاقات بما تمثله تلك الآلية من محفل استراتيجي للتنصيق والتعاون المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث وتأكيدا على عمق الأواصر دشنت مصر وقبرص إلى جانب اليونان في 2017 مبادرة أحياء الجذور والتي تهدف لتوثيق العلاقات بين الدول الثلاث لتعكس تلك المبادرة ما يربط الدول الثلاث من علاقات تعاون متميزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية وأصبحت تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط مستوى الثلاث